موسيقى حياكم الله لم تقلع من بغداد ولم تحط رحالها في واشنطن أجيب أمرها وغريب مسارها طائرة حفلت طموح شعب بأكمله وملئ خزانها بالدعم السياسي والنيابي تصبح في أروقتها ما سيطرح في واشنطن على الطاولات السياسية والاقتصادية والأمنية واحد زائد واحد لا يساوي اثنين في قانون السيد السوداني بل يساوي عشرة اتفاقات أو على الأقل مذكرات فالسباق مع الزمن هو شعار السباق في الإعمار والخدمات لكن السؤال هل ستعود الطائرة ذاتها بمخرجات ما ذهبت لأجله أم أن الوعود هو حصاد الزيارة فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله أهلا وسهلا كما أرحب كل الترحيب بالخبير الاقتصادي الأستاذ على الفهد حياكم الله أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن وسئلك عن الدعم الكبير وسئ هذا الدعم لزيارة السيد السوداني إلى واشنطن الكل تقريبا متفق على هذه الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم وجدد تحية لقناتكم الكريمة والجمهور قناة الأيام الفضائية ولضيوفك الكرام أعتقد لربما أيضا هناك شقيا في هذه الزيارة الشق الأول معطيات الزيارة ما بعد رجوع السيد السوداني ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقيات بهذه الزيارة التي جزء منها أنا أعتبر زيارة احتيادية ليست رسمية هناك كان الاستقبال من الولايات المتحدة الأمريكية لربما السيد السوداني ليس بالمستوى المطلوب كما أتاح في الإعلام هناك مستخد وشي ملاحظاتك عليها وليش وصفتها بالأعتيادية طبعا لا بد أن يكون وضع الجلوس السيد رئيس الوزراء العراقي أمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمثل يعني كان الحديث بعيد عن التوجهات المواطن العراقي الذي أتاحت حكومة الإطار وحكومة السيد السوداني إنها حكومة خدمات وأيضا قضية عملية إخراج المحتل الأمريكي هذه المطالب هي للشعب العراقي ولحكومة الإطار وحكومة السيد السوداني ما اتطرق إلى السيد بايدن والسيد السوداني مسائل اقتصادية ومسائل بعيدة عن طموح المواطن العراقي نحن الآن نبحث اليوم لدينا قواعد اسمحي لو أكملت الفكرة ستفرح عدنا قواعد أمريكية عدنا دماء سقطت أتاحت للأمريكان التجاوز على سيادة العراق فأنا أرى كان الأفرض بزيارة السيد السوداني في أن يكون الشق الرئيسي والأول والأخير أن تكون هي زيارة عسكرية حتى أفهم من حضرتك لماذا السيد السوداني مخل بحسب ما تتفضل مخل انسحاب القوات وجدولتها من العراق على أجندة زيارة إلى واشنطن لا مهو بالتالي الموضوع قبل الزيارة كانت هناك جلسات واتفاقيات لكن أعطت بيانات اليوم الكونغرس الأمريكي زائد سياسة بايدن أن لا خروج للأمريكا وما يتحدث به الساس العراقيين هو غير على أرض الواقع واقعي بعد ليش دعمين هذا السيارة؟ لا هو بالتالي إحنا نتحدث إذا نتحدث بالطريقة الدبلوماسية أنا ما أعرف ما محتاجة أنا أتحدث بالإعلام حقيقة بالمجامل أنا أتحدث بالواقع الحالي أنا أتحدث أنا مولي اللي أقوله اللي أقوله هم قادة وجنرالات أمريكية لحد هذه اللحظة تتحدث بعدم خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية واضحة الفكرة جدا بالشق الثاني اللي هو ليش ما يطلعون لأن هناك اتفاقيات أمنية وإضافة إلى هناك اتفاق موجود هذا الاتفاق من الأمم المتحدة أي ما معناه دخول القوات الأمريكية المتمثلة بقوات التحالف ستفرح هي قوات متفقة بقرار دولي لن يتم الإخراج إلا بقرار دولي وليس بقرار حكومي لا سناقشوا يا حضرتك هذه النقطة فقط أسمع وجهة نظر ضيفي على أستاذ علاء إذن هذه زيارة اقتصادية بحق نعم بعيدا عن الأمن وسياسة اقتصادية كانت حاضرة شون تقرأ هذه السياسة؟ طبعا تعقبا على كلام أستاذنا سالة أبو الرحمن أنه الزيارة ذات طابع اقتصادي كون أن الملفات الاقتصادية اليوم هي ملفات ساخنة أبرزها مسألة الإصلاح المصرفي ورفع العقوبات عن المصارف العراقية وأيضا مسألة حركة الدولار ومسألة الاستثمار وطريق التنمية وملف الطاقة ودخول الشركات الأمريكية وأيضا الملف الآخر هو ملف تسليح القوات الأمنية من قبل الشركات الأمريكية طبعا أنه الملفات الاقتصادية والمباحثات الاقتصادية أخذت الحيز الأكبر كون أنه السيد السوداني انطلق أنه الحكومة حكومة خدمات تحتاج إلى شراكات تحتاج إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية بالجوانب الاقتصادية الجوانب المهمة من حيث عقد شراكات ودخول الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال الطاقة في مجال الاستثمار الغاز في مجال النفط وأيضا في مجال طريقة التنمية باعتبار أنه من المشاريع الستراتيجية الواعدة فكانت الملفات الاقتصادية هي ذات الصبغة الأكبر وأيضا المسألة اللي لاحظناها هو مسألة التحول بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق أن تكون علاقة شراكة وهذه شراكة مبنية على اتفاقية يسمون الولايات المتحدة تقول إحنا شريف للعراق وحليف استراتيجي لكن ما شفنا شيء على أرض الواقع نعم وهذا يعني يجب أن يطبق على أرض الواقع اليوم زيارة سيد السوداني إذا ما تم توقيع اتفاقيات بها والخروج بجملة من الاتفاقات ليس بروتوكولية أو شكلية إنما تطبيقية على أرض الواقع الزيارة لا تأتي ثمارها خصوصا أنه اليوم الوضع العام في المنطقة هو وضع غير مستقر والولايات المتحدة تحتاج إلى شراكات خصوصا مع العراق باعتبار حليف استراتيجي سألاء وقاني سؤالي هل المذكرات أو الاتفاقات ممكن توقع لكن تنفذ اليوم أنه يدام ثقة بالجانب الأمريكي يعني شوفي ما دام أكو منافسة اليوم العراق انفتح على جميع دول العالم منها الاتحاد الأوروبي منها دول المنطقة هناك فرصة لعقد شراكات واستثمارات مع دول أخرى ومسألة منافسة من يقدم الخدمة الأفضل من شركات تتنافس من أجل الحصول على الفرص الاستثمارية كون أنه العراق أعلن في أكثر من واسبة أنه يقف في مسافة واحدة مع جميع الشركات والأبواب مفتوحة لغرض الاستثمار وهذا طبعا تعتبر فرصة والأولوية تكون للولايات المتحدة كون أنه لديها شركات خصوصا في مجال النفط في مجال الطاقة تبحث عن استثمارات طوال السنوات السابقة لم نرى حضور لشركات الأمريكية بشكل فعال اللي فعلا تكون شريك في مجال التنمية والنقل باختصار اليوم الولايات المتحدة تريد الاستقرار للعراق لأنه هي سنوات طويلة لم تكن تريد الاستقرار للعراق طبعا هذا هو سؤال ستراتيجي أنه هل الاستقرار في داخل العراق يخدم الولايات المتحدة؟ يعني هل تنظر الولايات المتحدة للعراق كجانب أمني إذا استقر العراق لديه يكون فائدة لدول المنطقة وفائدة للولايات المتحدة؟ يعني طوال السنوات السابقة نلاحظ أن الولايات المتحدة بسبب العلاقة بين جمهورية إيران الإسلامية وبين الولايات المتحدة تذذبها ربما يكون العراق وسيط بترطيب الأجواء في هذه العلاقة أو ربما بالعكس الولايات المتحدة تحاول جر العراق خصوصا في مجال احتياج الغاز في مجال التجارة الخارجية طيب حضرتك شو شوف نعم حضرتك شو شوف اليوم مصلحة الأمريكان للعراق يبقى مستقر من مصلحة الأمريكان أنه العراق يكون مستقر خصوصا من الجوانب الاقتصادية والأمنية لأن هناك ارتباط خصوصا بمسألة بيع النفط والدولار وغيرها وأيضا مسألة محاولة حصر الدولار كونه عملة أمريكية بأن لا يصل إلى دول أخرى بشكل غير شرع لذلك لاحظنا أنه بسياسة الحكومة والبنك المركزي محاولة تأطير وسيطرة على الدولار ومحاولة مراقبة نحن هنا النقطة التي ستوجه بها السؤال بصراحة اليوم الولايات المتحدة مثل ما يقولون لازم العراق من إيد التوجع أي حركة وهددونه بالبنك الفيدرالي بورقة الاقتصاد وشفت من ارتفعة أسعار الدولار الصار بالشعب العراقي اليوم ليس الجانب الأولى لزيارة السيدة محمد الشعي السوداني هو ضبط الاقتصاد وإيقاع الاقتصاد العراقي وبعدين المطالبة بين سحاب القوات الأمريكية سؤال جيد وواضح ولربما أكثر المواطنين العراقيين يطلبون هذا السؤال اليوم بقضية الاقتصاد العراقي لكن أنا عندي تعقيم على الضيف الكريم سبطا والتخيل للفرصة وبعدين أجابش على سؤالك على راحتك إلى كل وقت أولا أنت اتطرقت بسؤال هل الأمريكان أو أي مواطن عراقي اليوم عربي يسأل عراقي هل أن الأمريكان يعاودون اليوم السلم الأهلي في العراق أنا أعتقد لا وأنا عندي أدلة بهذا الموضوع أولا فيما يخص عام 2003 طبعا بعد اجتماع لندن واليوم المعارضة العراقية عندما حضرت إلى العراق وتشكلت الحكومة أصدر إبرايمر القائد العسكري الأمريكي بقضية تفتيت القوى العسكرية العراقية ألا وهي اليوم تفتيت وزارة الدفاع العراقية وهذا مرتكز رئيسي اليوم لدى العراق كان العراق يمتلك جيش متضمن بقوة عسكرية وموضومة عسكرية متكاملة طبعا الجانب الثاني أثاحت فرصة اليوم إلى موضوع الطائفية واليوم الخلايا النائمة وعملية اليوم خلق القاعدة في العراق ما يسمى وبعد القاعدة ما خلقته وهو عملية اليوم اللا دولة إسلامية قضية داعش وبدأت تحث الدول العربية للأسف الشديد بتدمير محاضرات عراقية هذا بالتالي كله كان بتعاون الإدارة الأمريكية في العراق فكيف اليوم الأمريكان يبحثون عن استقرار العراق الأمريكان في هذه المنطقة هم عدم استقرار العراق بالدرجة الأولى حتى ما عودوا حرب روسيا الأوكرانية واليوم الظروف اختلفت اليوم أكو حرب روسيا أوكرانية مصدر الغاز والعراق هسا أنا ما اختلف فياش طبعا أكيد الحرب اللي بين أوكرانية اليوم بين اليوم روسيا والاتحاد السوفيتي وشكل تغييرات في المنطقة أنا أتحدث اليوم فيما يخص اليوم العراق جذور العراق اليوم موضوع المضاربة السياسية بقضية اقتصاد العراق اليوم خنق اليوم السياسيين العراقيين وبالتالي عندنا دليل بسيط جدا يعني بطائرة واحدة ويعلم العراقيين كل الزيان اليوم طائرة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عادل عبد المهدي إلى الصين لبناء البنى التحتية والتعاون وفيحتح اليوم الأيادي المشاريع الصينية مع المحافظة العراقيين قامت وقاعدت الدنيا وياست فرع شفنا الدماء اللي صقطت وظهرت تشرين وظهرت المظاهرات ودخلوا الأخوان إلى القبة التشريعية وتهديم أسس اليوم للحكومة العراقية كيف اليوم أمريكا تبحث عن اليوم الوضع والاستقرار أبدا الأمريكا ما يزعج الآن في المنطقة والاستقرار على هاي النقطة هم راح أعقب على كانوا رؤساء الوزراء السابقين عايفين الباب مفتوح لمنهبه ودبل التدخل اليوم أنت عندك حكومة تحباب تأييد شعبي تأييد سياسي اليوم الجميع متفق على سيد محمد الشاعر السودان هذا ما يغير بالمعادلة ولا وشوء؟ إذا تتحدثين بالرضاء على السيد محمد الشاعر ليس كل العراقين اليوم راضين عليه حكومة محمد الشاعر السوداني أولا عندك جزء لا يتجزأ من العملية السياسية ب73 مقعد خرج من القبوة التشريعية اللي هو التيار الصدري وأيضا هو غير راضي لأنه محمد الشاعر السوداني الآن يعتبر جزء لا يتجزأ من الإطار وهم مختلفين ويالإطار التنسيقي لكن الكتلة الصدرية قالت إذا الحكومة تقدم خدمات إحنا ما عدنا مشكلة بها الآن هذا جانب اسمحيني نجح على الجانب الثاني العلاقات اللي خارجية اللي ما أتاحت لسيد السوداني اليوم الفرصة بتعديد الموازنة السياسية في الإقليم بصورة عامة يعني مثلا اليوم إحنا عندنا الأخوان في إقليم كردستان مختلفين مع السيد محمد الشاعر ويرفضون قرارات المحكمة الاتحادية وأي قرارات تصدر هي مقربة إلى سيد سوداني هم كانت أكو لقاء بالمسؤولين وكانت الأجواء إيجابة سيد فرح يعني هذه اللقاءات سياسية طبيعية إحنا خلينا نتحدث بواقع شو زين يعني مثلا اليوم إحنا لهذه اللحظة اللي أنا جالس بالستيديو بقناتكم الكريمة اليوم إحنا نفتقد إلى رئيس اليوم للبرلمان العراقي خلافات وصراعات سياسية موجودة وهذه ما قدر يحلها في البيت السني شنو المشكلة اليوم الأستاذ المندلاوي دي أدي عمله لحد ما السنة يتفقون سياسيا ويقدموا يعني ضمن القانون والدستور العراقي هذا فراغ الآن أنا أتحدث لجمع فراغ المواطن العراقي الآن هل الأستاذ محسن المندلاوي اليوم ممكن أن يستطيع أن يشرع اليوم للمواطن العراقي على هذا الفراغ السياسي بقضية البرلمان هذا الجانب كلتي يؤثر بقضية سياستنا مع أمريكا أمريكا الآن تنظر إلى هذا التفكك أنه اليوم العراق اليوم مختل التواصل سألتك على سؤالي الأول الولايات المتحدة لازم العراق من إيدة توجهة بالسياسة الاقتصادية المالية حتى أرجع لي أستاذ علام أي اليوم موزين من رئيس الوزراء راح يناقشهم حول هاي النقاط يعني أولا إحنا عدنا ما يقارب أكثر من 24 مصرف انغلق بقرار من المصرف الفيدرالي هذا الجانب الأول مبيعات النفط العراقي كلية اليوم تحت اليوم الطائلة الإدارة الأمريكية كل ما يعني أتحدث بالسيد السوداني وهو شفافية الدبلوماسية العالية الوردية أنا أتحدث بها بقضية عملية الاقتصاد أنا في توقعاتي لو إحنا ننتزع ونكون صاحبين إرادة قوية كحكومة اليوم ونطلع من خانة اليوم السيطرة والهيمنة الأمريكية كما خرجت اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكثر من الدول خرجت اليوم من واقع الدكتاتورية والكبرياء الأمريكي لكن الجمهورية الإسلامية موها سخرجت سنوات سنوات من التضحية والصبر والنضاء مع ذلك مع ذلك نقدر عندنا استطاعة أنه نلملم أوراقنا وكان مفروض علي بهذه الزيارة أول قرار وهو حقيقة قبل لا نتحدث بالاقتصاد خلنا نتحدث بالقواعد التي الآن تطلق صواليخ ورح أقول لك ورقة الاقتصاد تشكل ورقة الضغط على حكومة السيد محمد الشاعر السوداني يعني لا يهم الإدارة الأمريكية لا يهم أن تعمل الشركات الأمريكية في العراق وأن تجدهي البسيط جدا شركة سيم نزل ألمانية اللي العراق لحد هذه اللحظة في منطع السنة يعاني من قضية الكهرباء هذه الشركة ذهبت إلى مصر التي تفتقر إلى اليوم التعامل بالدولار الأمريكي ولا تمتلك اقتصاد قوي اليوم مصر عدها اليوم كهرباء إذن أنت عندك شكوك فيما يتعلق بالجانب الأمريكي أنا مو شكوك ستفرع أنا عندي أدلة وليس هو اتهام لحكومة السيد السوداني بين دول أوروبا بين الدول العربية القراءة لزيارة السيد السوداني منحقك كمواطن تقول أنا يشكك بالجانب الأمريكي لا إحنا المستخرجة تنطيني أنت تقول لي لي زيارة رسمية والحمد لله استقبل بايدن ولكن هل ستوافق أمريكا على ما أتى به من أوراق محمولة السيد السوداني هذا السؤال رح توجه به الأستاذ علاء من يا يوم الجانب الأمريكي وفا بوعوده يعني أبسط شي عندك الكهرباء ومجال الطاقة جنرال أليكترك إحنا وبس إحنا الموجودين بالساحة ومنعت العراق من التعاقد مع أي شركات لكن إش قدمت للعراق؟ بكل صراحة لا توجد ثقة بين الحكومتين اليوم لا نثق بالوعود الأمريكية في كل المجالات حتى في مجال مسألة الاتفاقية الأمنية بها جوارة اقتصادية أستاذ حكومتين إش تقصد يعني أنت؟ نعم لا توجد ثقة بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية الثقة معدومة هذا حتى على مستوى المواطني اليوم لم يلمس من الوجود الأمريكي أي فائدة للعراق بكل صراحة أما نتحدث عن المصالح إذا دخلت شركات أمريكية تستثمر في العراق فأكيد هذه الشركات ستحمي مصالحها قدر المستطاع وتحافظ على استقرار العراق وهذا طبعا بالمنطلق الاقتصادي البديهي لكن على أرض الواقع ممكن لهذه الشركات أن تستثمر وتدخل العراق وفق ما موجود اليوم من اتفاقات سياسية ووجود سياسي أنه مرحب بالجانب الأمريكي هل سيكون جانب استقرار الأمريكان اليوم لديهم استقرار في دول منطقة في الخليج لكن هذا سينسحب على العراق يحسب العراق بكل صراحة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا أيضا على أنه انحياز إلى الجانب الإيراني وهناك صراع ممكن يدخل العراق كوساطة لكن الأمريكان كانت تبقى هذه وساطة مون انحياز نعم ربما هسا بسبب توتر الأوضاع بالمنطقة ربما سيكون للعراق دوره هذا متروك للمفاوض العراقي قدرته على أنه يكون هو وسيد بحل حلة الأزمة المنجية وأيضا اليوم يجب أن يبحث العراق على مصلحته الخاصة حتى لو بحث عن مصلحته الخاصة حضرتك مثل اليوم دائما الأمريكان يتبعون سياسة كلمة حق ويراد بها باطل لأنها سفارة دبلوماسية لكنها بالحقيقة قاعدة نعم هي مراوغة حتى بالعلاقة هل يكون هذه الشركات اللي دخلت العراق بالعنوان الاقتصادي رح تكون اقتصادية بحث مهي هذه نقطة الخلاف اليوم إذا ما دخلت هذه الشركات هناك فرص استثمارية ينظر إلى العراق إذا ما دخلت هذه الشركات ستكون الفرصة متاحة للدول الأخرى أن تدخل وتستثمر بالعراق خصوصا ذكر رسالة عبد الرحمن الجانب الصيني عندما تجه العراق إلى الصين اليوم الولايات المتحدة تخاف من الهيمنة أيضا الصينية وإيقاف طريق التنمية وطريق الحرير اللي كان مقرر إلى اليوم الفرص الاستثمارية متاحة وهناك استقرار أمني نسبي كان قبل الحجة الأمنية اليوم لا يوجد أي حجة هو بالصراحة هو من خل الحجة الأمريكية نعم هما نتطع وزيرك الخارجيه لار كلينتون تقول داع صناعة أمريكية نعم نتحدث عن مسألة ثقة اليوم الثقة معدومة بالجانب الأمريكية حتى بالوعود الأمريكية على كل المساوات نحتاج إلى بحيث يكون هناك تكافر بالعلاقة شراكة حقيقية ليس شراكة كبير وصغير شراكة أعلى وأدنى مسألة الدولار وحساب الدي اف اي إراداتنا النفطية شراكة استثبارية تتحدث بالشراكة الاقتصادية العراقية أنا أريد أن أرى اليوم نحن 18 سنة اليوم أمريكا لدينا اتفاقات سراتيجية عسكرية نعم غير مطبقة ما هو يقول لك أزم الثقة قتل القادة ضرب السيادة أزم الثقة أريد أن أتحدثوا باللهجة العامية بطل الزيت يعني نحن عايشين عالي من أمريكا الدمن عايشين من أمريكا الطهين عايشين من أمريكا شن اللي قدمتها أمريكا أنا على مودة أروح إلى أمريكا وأطلب منها اقتصادياً طيب الوقت حتى يجاوب يعني شراكة ما عندي شراكة ويا أمريكا أمريكا عدوة عندك شركات مهيمنة على مجال قطاع النفط والطاقة في المنطقة شركات الأمريكية هذه الشركات إذا أرادت أن تستثمر في العراق ويكون لها حصة حالة حالة الشركات الأخرى والباب الاستثماري مفتوح هذا أيضاً مرهون مش شركات الأخرى تيجي تنفذ الأمريكان ما بيونسك طوال السنوات السابقة لم نلاحظ أي شركة أمريكية دخلت إلى العراق وفعل استثمرت والعقد مع شركة جي إي تشوب الكثير من الملاحظات وعندما اتجهنا إلى شركة سيمينس كانت هناك فيتو أمريكية على شركة سيمينس وعدم حل ملف الطاقة حتى ملف الطاقة وحله هو وراء أجندة سياسية فاليوم العجلة الاقتصادية مرهونة أيضاً بالتوافقات السياسية أستاذ عبد الرحمن إذن لا يكون ثقة والأمريكان ما ينفذون وهو يكون مشاكل اليوم المفاوض العراقي لازم شنو يسوي حتى يجبر الجانب الأمريكي على احترام السيادة العراقية ويخلوهم حد مثل ما يقولون يعني إحنا منذ قضية عملية الاختراق وضرب القادة رحمة الله على رواحهم القائد المهندس والقائد سليماني بدأت المعالم يعني المحاذير من القوة العسكرية في أنه تدخل بالسيادة العراقية وتدخل في أمور لربما حتى سياسية يعني متبعة اقتصادياً وسياسياً على الوزارات عملية اليوم نتائج وجود الأمريكان في العراق أصبح يشكل خطر يعني تهديد واضح اليوم بالتالي خسابات أمريكية بالقواعد الموجودة قاعدة عين الأسل وقاعدة الحريري تمثل شكل خطر يعني واضح بالأسف لكن أنا أعتقد لربما هناك من يناصر بقاء الوجود الأمريكي بين طبقتين اليوم في المجتمع العراقي اليوم الطبقة المتمثلة بأخواننا العرب السنة مصرين يعني حتى في القبة التشريعية عندما أصدر قرار بخروج الأمريكان كان هناك اعتراض طبعاً وحتى الأخوان في إقليم كردستان التي عادها اليوم بايدن بمسامع بذن السيد السوداني أن لدينا علاقة طيبة مع العقليم وهذه رسالة واضحة للشعب العراقي أنه لا تتجزئ قرارات الحكومة إلا بموافقة الإدارة الأمريكية وهذا يشكل بحد ذات خطر إذن إذا رجعنا على عامل الاقتصاد العراقي لا توجد اليوم شراكة اليوم ولا يحتاج العراق مثل ما يتحدث البقية أنه الشركات الأمريكية العملاقة أن تبحث عن مجال النفط ومجال الأمور الاقتصادية في العراق أنا أعتقد كان الأجدر بالسيد السوداني أن يتباحث بقضية إخراج القواعد الأمريكية ومن ثم يتحدث بالأمور الاقتصادية وهي من المجهد أنت تتحدث عن جهود رئيس الوزراء دور البرلمان وين؟ اليوم البرلمان مؤيد لهذه الزيارة طيب البرلمان ليش مطالب بتفعيل قانون الانسحاب الأمريكي من العراق يعني بالتالي القبة التشريعية والمتمثلة بالبرلمان العراقي أخذت على عاتقها طبعا مستخرجات انتخابات ممثلين للشعب العراقي ولكن بالتالي عندما يتحدثون باللهجة الدبلوماسية اللي يتحدثها أكثر الأخوان السياسيين بأننا اليوم راضين على زيارة السيد السوداني زيارة السوداني راح تحقق للشعب العراقي هناك إنجازات على أرض الواقع بالاقتصاد العراقي أنا أعتقد لا يعني بالتالي أستغرب لحديث اليوم يتداور أنه اليوم الدولار الأمريكي نزل له نمرأة أو نمرتين بيئة المحتاد وهذه فد إنجاز هذا مو إنجاز بالتالي إحنا لو نرجع لأرض الواقع إنجاز بس حفاظ على قوة المواطن يا أستاذ عبد الرحمن لا لا أستفرح إحنا المواطن اليوم المواطن العراقي هل اليوم يستطيع العيش بدون الإدارة الأمريكية؟ نعم يستطيع اليوم العراق يمتلك اسمعيني يمتلك اليوم سيادة العراق يمتلك اليوم دستور عراقي واضح اليوم قوانين عراقية واضحة اللحمة الوطنية الآن موجودة لله الحمد أستاذ عبد الرحمن هذا مو على عاتق أو على عاتق أستاذ ولا على عاتقك اليوم الحكومة الأمريكية وكأنها مادة تعطي صورة أنه إذا إحنا طالبنا بانسحاب القوات الأمريكية فرح تفعل ضدنا ورقة الأقتصاد اليوم أنا أحكى عن معادلة حقيقية بس المعادلة الحقيقية وانت اليوم نتحدث انت انطيني لإنجاز الاقتصادي للعراق يعني أنا غالق لك 24 مصرف أنا أتحكم بموازنة العراق أنا ما أقبل تجي شركة تسوي لك كهرباء أنا ما جهست الجيش العراقي رادارات ما عدنا ستفرح يعني إحنا هسا اسمحي لي هسا اسمحي لي تركيا الآن الآن خلي اسمع الشعب العراقي خاف ما يعرف متوغلة بالأراضي العراقية وتدخل بطائرات بذريعة حزب العمال وتقصف قرى عراقية وتطلع اسمحي لي يجي الأمريكان يطلقون صاروخ في منطقة في وسط بغداد ويقتل أحد قادة اللي هم متمثلين برئاسة الوزراء العراقية ويضرب السيادة العراقية وأنا أجي اليوم أتفق وأتناقش مع أمريكا على طاولة الاقتصاد هذا متراقض الكلام نواب دولة القانون هل سيحضرون إلى الفرلمان العراقي لسؤال رئيس دولة رئيس الوزراء عن مغزن زيارة عن أهدافه وعن توقيتات تحقيقها على أرض الواقع أكيد إحنا طبعا لدينا اجتماع قبل الزيارة كان يعني دولة القانون وأيضا الكتل البقية السياسية هناك مداولة والنقاش على قضية موضوع الزيارة وتفرعات الموضوع الاقتصادي فيما يخص المصرف الفدرالي وداع العراق التي محجوزة لدى الإدارة الأمريكية قضية موضوع اليوم الاقتصاد بالحدود قضية المشاريع المتأخرة التي هي طبعا جدا مرتبطة أيضا ما يقارب الأكثر من أعوام بموضوع اسمح للوقت المتبقي أستاذ علاء إذن بصراحة يوميا الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصارف إراقي إذن والنتيجة يعني بتطبيق المنصة الكترونية والمراسلة اليوم البنك المركزي بداية تخذ سياسة جديدة خصوصا بعملية حركة الدولار وتمويل التجارة الخارجية عبر المنصة الكترونية وأيضا المراسلة بين البنوك وهذا طبعا بحد ذاته يحجم من عملية خروج الدولار الغير شرعي لتمويل تجارة غير شرعية وطبعا هذا دائما كانت فيها الورقة التي تضغط به الولايات المتحدة على البنك المركزي العراقي سينتهي الضغط هم راح تبقى الولايات المتحدة نعم إذا كانت هناك تطبيق المنصة بشكل عام وكل الكتروني ومراقبة الدولار الولايات المتحدة لديها ذريعة أنه هي المالكة للدولار وتريد هذا الدولار أن تراقب عملية حركة بحيث لا يمويل جيد دعني نقول هذا من حق الولايات المتحدة ازين الطاقة مو من حقها ليش محتكرة مجال الطاقة في العراق؟ مجال الطاقة لولايات المتحدة هي من الدول الكبيرة في مجال الطاقة مهمين على دول الخليج خلنتحدث بكل صراحة إلها منافس كانت الشركات الروسية والشركات الأوروبية اليوم الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا والحاجة للغاز أيضا اليوم براز العراق عندما تحدث بايدن عن العلاقة مع الإقليم هناك علاقة غاز يعني الإقليم أعلن نفسه أنه وجود غاز يمكن أن يمول نعم يمكن أن يمول أوروبا والولايات المتحدة بالغاز يكون غاز الإقليم بديلا وأيضا طبعا هناك ليش حضرتك تقول الغاز الإقليم ليش بتقول الغاز العراق يعني اليوم أكو شركات أمريكية تستثمر الغاز في داخل إقليم كردستان ولديها عقود تراخيص هاي بمعزل عن الحكومة المركزية وطبعا هي سبب الخلاف اليوم بمستحقات هذه الشركات مطلوبا تدفع الحكومة وهذا طبعا هو من الملفات العالقة والساخنة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم نتحدث بكل صراحة اليوم نجاح الوفيد ونجاح المفاوضات أنه هل سيحقق هذا الوفيد بمفاوضاته مكاسب للعراق بحيث تعطي أريحية ترفع عقوبات عن مصارف تحدد من نوع الهيمنة الأمريكية الموجودة اليوم خصوصا على مستوى الدولار والاقتصاد وتأثيراته بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي شكرا جزيلا خبير الاقتصاد يا الأستاذ علاء الفهد كنت ضيق بي شكرا جزيلا اسمح لي أستاذ عبد الرحمن أن نبقى على الملف الثاني إن شاء الله ختام بالأثنى الأول سيكون مع أبرز الآراء المنشورة في منصة X حول زيارة السوداني إلى واشنطن لنمتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفتح وإياكم من الأثنى الثاني بتقرير إنفوغراف عن أبرز تصريحات نواب وأعضاء مجلس محافظة ديالة عن التهديدات بالقتل والحرق التي تطالهم في المحافظة عبر سيارات مضللة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أجدد الترحيب القيادي في اتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري حياك الله من جديد كما أرحب كل الترحيب الخبير الأمني الأساد مخلط حازم حياك الله أهلا مرحبا نورت نومية هلا بك أبدأ معك أساد مخلط قتل حرق سيارات مضللة واش قاعد يصير بديانه؟ مساء الخير عليك وعلى سيد عبد الرحمن حقيقة من المعيب أن نسمع في هذا الوقت هكذا صراعات هكذا حالات تعكس واقع مرير عن محافظة ديالة بالرغم من أن محافظة ديالة دائما ما كانت تشهد صراعات داخلية وكانت هي السبب من أسباب اختراق الإصابات الأرهابية لمحافظة ديالة بجميع قراءها ونواحيها بالتالي كنا نتمنى أن تكون هذه الصراعات هي صراعات وتسابق نحو خدمة المواطن وتقديم الخدمات صراعات بين من ومنه يعني أكيد هذه هي جهات سياسية يعني تملك مجموعات مسلحة فبالتالي هي لن يطيب لها أن يكون أحد الأطراف من السيادة أن يكون رئيس مجلس محافظة فبالتالي هي أرادت أن تروع أرادت أن تخون يعني الكثير من هذه المجالات نحن اليوم نتمنى يعني حتى أفهم ما يبدون أعضاء تكون من التحالف السيادة بالتأكيد يعني اليوم والصراعات بصراحة سنية سنية لو أكو غير لا لا الموضوع ليس سنية سنية لا أتوقع أن هناك إمكانية لطبقات سنية السياسية في ديالة أن تملك هكذا أمكانية هكذا مجموعات مسلحة بسيارات مضللة تستطيع أن تخترق وتدخل إلى دور المنازل النواب هذه يعني إمكانية يعني كتل أو مجموعات مسلحة استوطنت وتجدرت في ديالة يا الله سعر مخلد اليوم بالسنة أيضا لهم هالشكل بحسب نواب نواب السنة يعني هسا سنة ما عدتهم سيارات مضللة ويهددون يعني أحيان تختصر القضية بسيارات مضللة سنعتهم سيارات مضللة أكثر من الشياء نتكلم عن السلاح نتكلم لي بأسماء نتكلم لي اليوم من المستفيد من هذه الزعزع نتكلم عن السلاح يعني اليوم يعني إذا كانت هناك نية من قبل الجميع ومن قبل الحج المالكي في أن يكون رئيس مجلس محافظة ديالة هاي وضحت إذن هاي يوم أستاذ عبد الرحمن يوم الحج المالكي يقبل بالاستقلار في محافظة ديالة وشنو قصد بها أستاذ مخلد لو قبل ورح نرجع المربع الأول لأنا نعم نعم حقيقة فيما يخص يعني موضوع ديالة ديالة تشكل اليوم عراق مصغر كتل سياسية هناك اتفاقيات طبعا على أرض الواقع أن اليوم تقسيم المحافظة ومجلس المحافظة بالترتيب الأصوات المتاحة اليوم ومستخرجات الانتخابات ما تبين يعني حقيقة هناك صراع داخلي تحت عشيرة مكونة اليوم لديها محافظ أخونا مثلنا التميمي والطرف البقية الآخر يعني كان الاتفاق أن دولة لحظة أستفتهمت الطرف الأول هم التمائمة الطرف الآخر منه أسا الطرف الآخر وهي جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في ديالة في مجلس المحافظة يعني المكون السني أي المكون السني طبعا أكيد هذا السراع إحنا أكثر من يعني تصريح للسيد المالكي أنه إحنا من اليوم نبحث عن اليوم التهديد الذي يضع اليوم إديالة في مشاكل في عقباها حقيقة لأن مكوناتها كثيرة اليوم إديالة جزء من هذه المكونات هي اليوم من أخواننا العرب السنة من يبحث على اليوم التسلط في السلطة وفي حكومة إديالة وبالتالي هناك جمهور يعارض اليوم وجودهم مثل ما يعارض اليوم مثنى التميمي اللي من عشيرة التميمي اللي أيضا هو للأسف الشديد أخرج بمظاهرات مبسطة وحاول أنه يزرع اليوم أنه عملية أنه بقائي في المحافظة كما بقي تعالي ليش وصفت القوة الأخرى بالتسلط ليش هو بالحالة اللي دا تقولها البعض يشكل على الأستاذ مثنى التميمي يقول يقول هو متسلط ليش يريد يبقى بالقوة؟ لا لا هو أستاذ مثنى وجهة نظره أنه هناك محافظتين في العراق أسعد العيداني في البصرة تم الاتفاق على إعادة اليوم أن يكون محافظ وأيضا الواسط اللي هو محمد المياحي وكربلاء وكربلاء يعني أكو اتفاقات عليهم على أنه يعاد فبالتالي قال ليش تتجزؤون عملية قضية أنه اليوم مثنى التميمي أن يبقى محافظ هذه مشكلة هذه باجتماعات خارجية وداخلية بدأت تحولت الاجتماعات اليوم الاختلاف السن اللي داخل اليوم المحافظة أيضا هناك اختلاف طبعا أدى إلى اليوم تفتت الرؤية اليوم أصبح حتى اليوم جمهور ديالة اليوم في قلق اليوم يبحث هسا في أرض الواقع خلينا نتحدد هل محافظة ديالة في حكومة التميمي أنجزت لن تنجز يعني لا يزال هناك قلة خدمات وما شابت ذلك إذن الموضوع موضوع اتفاقات مو موضوع قانونية ودستورية وانتخابات شوفي ست فرح الأمور كانت يعني شبه مستقرة في ديالة في فترة من الفترات يعني ما بعد الانتخابات كانت هناك رؤية أن سيد موثنة تميمي هو ما سوف يجدد له موضوع المحافظة فبالتالي هناك أصوات من نفس المكون من نفس الكتلة السياسية رفضت بأن يكون موثنة تميمي هو محافظة لديالة مرة أخرى وهذا الصراع أصبح ما بين العشيرة الواحدة ما بين الجهتين يعني ما بين الشخصيتين بين المثنة وبين شخصية أخرى الموضوع حتى السيد هادي العامري في حينها أرسل اسم العميري ابن قاضي محكمة التحادية قال هذا حل وسط أنه هذا الشخصية هو مرشح لمجلس وما قبل نعم كان هو مرشح تسوية زي فبالتالي تم رفض هذه الأسماء واستمرت الصراعات الموضوع هو يخص المحافظة ورئاسة المجلس محافظة هنا دخل على الخط وشعب ديال هنا دخل على الخط السيد المالكي السيد المالكي منذ أيام رشح شخصية من دولة القانون إلى منصب المحافظة وضاح التميمي ليس وضاح التميمي لا ما شخصية يتبع لدولة القانون من المحافظة ويعني تقريبا شبه اتفاق كتل سياسية على هذه الشخصية وهم سوف يمضون بانتخابه بقى لدينا مجلس محافظة مجلس المحافظة حسب يعني حدد المقاعد يعني سوف يذهب باتفاقات كتل سياسية سوف يذهب إلى السيادة باتفاقات كتل سياسية سنية وشيعية يعني الذي حصل هو يعني قبل يوم التصويت المفروضة أن يصوت على المحافظ ورئيس في سلة واحدة حصل هذا الاعتداء على منزل عمار الكروي وبعض الأخوة النواب سيدة ناهد الديني بالضبط يعني حصل هذا الاعتداء لأجل يعني منع دخول دخولهم إلى جلسة التصويت لأنه لا يزال المحافظة لا كدو عليهم من وجهة نظرك هسا أمنياً من تحارف سيادة أبداً لعد من منه أبداً الموضوع السبتة نفيته أبداً أبداً الموضوع يخص الموضوع يخص عدم دخولهم منهم من مصلحته ما يدخلون هذولين ما يدخلون لانتخاب مرشح سيد المالكي منهم مصلحته يعني يعني جماعة المالكي لا لا الموضوع لا يريدوا أن يدخلوا لإكمال النصاب لجلسة انتخاب رأي المحافظ الذي هو رشح والمالك حتى أفهم منهم من لا يريدون الدخول يعني يعني ممكن أن يكون المحافظة السابق ممكن يعني مثلاتي ممكن يعني أنا لا أعزم لكن ممكن أن يكون يعني هذه الجهات التي لا تريد المضي في انتخاب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ويبقى الموضوع في موضوع فراغ لأنه تم تكليف المحافظة السابق وبصلاحيات من قبل رئيس مجلس الوزراء بالمضي بالمحافظة لحين انتخاب الرئيس هنا نحن عندنا دولة أستاذ عبد الرحمن لو ما عندنا يعني من تيجي سيارات مضللة وتهديد بالحرق والقتل اليوم الدولة وين من هذا الموضوع كله هل من المعقول صارت الاتفاقات السياسية أقوى من القواني ومن نتائج الانتخابات لا أعتقد يعني تقريبا برمضان قبل العيد أنا كنت في زيارة طبعا رسمية اللي جولنا في ديالة حقيقة ولاحظنا وتناقشنا على قضية موضوع المحافظة وكان الاتصال بأخونا قائد عمليات ديالة الفريق طاهة وقائد الفرقة يعني حقيقة أيضا أستاذ أياد ولاحظنا أنه هناك اختراقات أمنية في هذه المنطقة يعني أنا قائد الفرقة حقيقة لمدة ثلاث أيام أحاول أن أحصل ما أقدر أحصل إلا بعد الفطور يعني بالتالي سألت ليش قال لي حقيقة ديالة مربكة ديالة لا يزال بيها حواضن وبيها مشاكل متعدد القرار هو اللي يدأج لهذه المنطقة تمام هذا جانب خلافات السياسية جانب أنه الفراغ ما بين قضية عملية أنه إصرار السيد مثنى التميمي وكمحافظ وأنه عنده جمهور وذي يزاود المحافظة لكن المقبولية للجمهور لن تقبل هذا الوضع بالتالي عملية سؤالك اليوم تقولين نعم الحكومة موجودة اليوم وهناك قوة متمثلة بالداخلية والدفاع والاستخبارات والأمن الوطني في ديالة لكن عمليات كهذه طبعا هي عمليات طبيعية هذه خارج القانون ممكن عجلات بغطاء الدولة لا 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 هي مو عمليات طبيعية من تهدد نائب نو نائبة يهدد على مرأة ونسمع الشعب العراقي باختصار راح يقول لك إذا هو نائب ما يعرف يحمي روحا راح يحموني آن لا لا فرح يعني أنا من أقول عملية طبيعية يعني إحنا نخلي نرجع عن نتائج هسا أنت ممكن إحنا نتهم جهة معينة وهذا مو دقيق نكون أدلة عندنا أنا ما أتهم اليوم السنة ولا أتهم اليوم قيادات من شيعية أو قيادات كردية أو كذا أنا ما أتهم جهة معينة لكن أكو من خارجين عن القانون بأياد مسؤولين دفع لهم مال بعملية التهديد والابتزاز للعملية السياسية في داخل ديالة لكن أنت يتحدثيني اليوم ماذا يريد جمهور ديالة اليوم جمهور ديالة يريد استقرار جمهور ديالة يريد محافظة يقدم خدمات هذا الجانب بس اسمحي لي الاتهار لا لا اسمحي لي ستفرح خلي نجي على قضية التقسيم إحنا بالتالي السيد المالكي أتاح فرصة لأخواننا في بدر أن تكون محافظة الديوانية اللي استحقاقنا أن يكون السيد عباس الزاملي اللي هو حقيقة حقيقة هو كان عضو بالبرلمان العراقي رئيس اللجنة الأمنية هذه من حقيبة كانت دولة القانون وإحنا قدمنا التنازل لأخواننا في الديوانية باعتبار أنه مطالبهم أن يكون المحافظ من بدر بالتالي لما يكون ترشيحنا إحنا وحل النزاع من دولة القانون رشحنا أخونا وضاح التميمي ولكن للأسف الشديد أيضا كان هناك اعتراض الآن لدينا مرشحين طبعا من أهالي ديالة طبعا ومستقلين بعيدين عن موضوع أنه يتحدث واحد يقول لك والله أنتم نجيبون دولة القانون وتفرضون أبدا ما عندنا فرضية من الموضوع خليني بهذه النقطة أتوجه الأستاذ مخلد الأستاذ مخلد اليوم القضية تحوله في قضية رائعة لكن المهددين جاي ينشرون على الفيسبوك بياناتهم تهديتهم ووعيتهم بصراحة اليوم الموضوع أصبح موضوع سياسي لو موضوع عشائري واليوم أهل ديالة رح يقبلون بالمستقل لو النزعة العشائرية رح تلمي لأحد الأطراف وفصراح حقيقة كنا نتمنى من بعد هذه الاتخابات الأخيرة أن نطوي صفحة الماضي أن نتقدم بخطوة إلى الأمام أن نرى أن هذا الصراع هو بسبب للسباق نحو تقديم خدمات للمواطن وبالتالي تكون هناك تنازلات من قبل أطراف وكتل سياسي من أجل المواطن لأننا خلال هذه العشرين عام يعني هذه المحافظات عانت من التهميش والإذلال والبنى التحتية المترهلة ولا نزال يعني مع الأسف لحد هذه اللحظة هذا الصراع والتهميش من قبل منه يعني هو من تبول أو هالكلمات شبيرة تقول تهميش وإذلال يعني من طهم حقهم سياسي أبداً أبداً لا أسأل قد موضع يعني هسأل أريد نجي أروح على محافظة ديوانية سماوة بابل هذه المحافظات التي يعني يعني محافظيها من كتل سياسية وهذه المحافظات لم تشد الأرهاب القوية لم تتعرض لها جمعات لكن لحد هذه اللحظة نرى اليوم المحافظين الجدد نرى أن هناك همم عالي لديهم ذاهبين باتجاه تقديم خدمات حقيقية يعني للمحافظة من هذا المحافظة اللي جايب في المويا لإصلاح محافظة ديال شو هو أي محافظة ييجي يقول لك أنا رح أسوي وأنا رح أسوي نعم لذلك لكن وين هي علامة الله لذلك أحنا نقول لا وين التهميش تستاذي أحنا وين التهميش التهميش بديالة وين نعم تهميش وإذلال خدمات أغلب المحافظات ما بيها نجد نقول نقول المحافظات حانت خلال عشرين بس هذا مو بتدخل سياسي أنت ليش ما نقول القرار الكردي والقرار السني أثر على القرار الشيعي في ديالة ليش محافظات الشعية ما صار هذا شيء شون ما صار يعني بالدياء بابل ومتنى أكو قرار كردي هناك أكو قرار سني ليش ما نهضتها المحافظات ليش هالسيلا بدتها صير بيها خدمات وتدخلات غير تدخلات من يدخل جناك من يدخل من يدخل هناك من يدخل حتى البترة صارت لا مو بالسماوية نحن تحدث عن ديالة نحن ديالة باو ديالة باو ديالة باو إن تقول بكل المحافظات بكل المحافظات فقط أكمل وجهة نظرها ونت قلت كلمة التهميش والإذلال وصد عبد الرحمن جاي ما هو غير فهم القصد من هذا الكلام أنا قلت خلال عشرين عام المحافظات تعرضت إلى تهميش وإذلال لأنه لم تقدم خدمات المواطن هاي المحافظات العراقية كلها نعم نعم إذن الأستاذ عبد الرحمن ماكو شخص أنا إلا لا المحافظات جميعها بالتالي هذه معاربيل هذه معاربيل يجاوبي محافظة عراقية محافظة عراقية لا محافظة عراقية بالتالي بالتالي إحنا هاي الانتخابات مع حكومة السوداني الذي دعا إلى أن تكون هناك حكومة خدمات أراد أن يكون لمجلس المحافظة ذراع ساند لحكومته هناك حقيقة نرى أن هناك محافظين سعوا باتجاه تقديم خدمات وهذه الخدمات بدأت تظهر للعيار ما سنسمي لياهم يعني هسنا نقول مثلا أبو البصرة اشتغل وجددول ولأنه أكو عمل أبو واسط اشتغل وجددول لأنه أكو عمل أبو كربلاء اشتغل وجددول لأنه أكو عمل وانت قاعد تتحدث هسا تتحدث بنسب لو تتتحدث بالبداية مو رفضوا بالبداية رفضوا لو ما رفضوا بالبداية كلهم رفضوا قالوا أو لا محافظة يبقى كل هات يعني محافظين جدد لكن في نهاية المطاف إرادة الشعب الأصوات هي التي يعني أنصفت المحافظين تختصار رح تتحل مشكلة ديالة الغلعتين ديالة مشكلتها مشكلة كبيرة أول شيء منطقة يعني حدودها مع أربع معافظات عراقية منطقة شاسعة منطقة حدودية منطقة مفتوحة تتعرضت للأرهاب لذلك تعدد مصادر القرار فيها عادة موجود وحدة قرار تعدد الفوائل السياسية في ديالة لذلك ديالة لن تنهب بالتالي حتى مثلنا تميمي لم يقدم لديالة ما يؤهله أن يجدد له نحن نحتاج اليوم إلى محافظ فارس قوي يستطيع أن يقدم خدمات المواطنين لكن هناك جهات هذا لازم من أي كتلة يكون هذا الفارس بغض النظر عن أي كتلة بغض النظر عنه ليش ما ترضون بقرارات السنة وتفضون الموضوع اليوم سنة ما روح علاقة أي قرار غير أنتم مرشعكم ارضوا بأي شخص سيجي غير الأساس المتنى وغير مرشحكم ليس الاختلاف فقط على المحافظة جزيئات المحافظة يعني عضو مجلس محافظة رئيس المجلس المحافظة كل هذه هي عقبات اليوم بين الجمهور وبين المحافظة نفسه إحنا نصطدم لربما بالاتفاق بالورقة السياسية من التفقين طبعا لا اعتراض يعني لا يوجد اعتراض ولكن هناك أنا أبشر يعني أخواننا في إيديالي الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون مرشح إن شاء الله ومستقل ما يرضي اليوم ديالة وهذه العقبة رح نعبره ديالة رح يرضي الكتل السياسي رح يرضي أولا شعب ديالة أنا أعتقد والكتل السياسي أكيد إن شاء الله شكرا جزيلا القيادي في إجلاف دولة القالون عبد الرحمن الجزائر كنا الضيفي نورتنا في حلقة اليوم والخبير الأمني الأساد مقلة حازم حياك الله شكرا جزيلا على تلبية الدعوة ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار المحلية لهذا اليوم المالية الميادية تبحث آليات تمويل المشاريع في الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام 24 وزير النقل يعلن إنجاز 92% من مشروع الـ R05 في ميناء الفاول الكبير وزير الصحة يؤكد دعمه لجميع الاختصاصات الطبية في الوزارة وتنفيذ أولويات البرنامج الحكوم وإخلية الإعلام الأمني تعلن تدمير أوكار للإرهابين ببرب وجوية ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين أجلس القضاء الأعلى يوزر حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان سلم وثائق رسمية إلى جهات أجل الحصاد انتهى شكرا على كرم المتابعة وتسبحون على أليس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر